بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 4 بارت 11 بار كاتوف جينرال بروسيدور نتكلم في جزء دوت على البروسيدور المتبعة اثناء عملية البار كاتوف عندنا مجموعة من الخطوات اول خطوة عندنا يعني احنا بيبع عندنا البندنج مومنت دياجرام بنحدد النقط اللي احنا حنعمل عندها نمبر 2 يعني بنحدد الاسياخ اللي احنا حنشتغل عليها بناء على الاسي اي وديس سيكشنز اللي بتحدد الرولز دي نمبر 3 بمعنى نحن نزود الكنات في المناطق اللي احنا حنقطع فيها اذا كانت في منطقة التنشن او لفليكشرال تنشن اكوردنج تو الاي سي اي 12 الفقرة 10 خمسة طيب بالنسبة لكل الاسياخ في قواعد عليها سنضبقها اللي هي القاعدة الاولى والقاعدة التانية اللي شايفينها في الجزء دوت ان البارز مست اكستينت زا لونجر اوف دي اللي هو الديبس بتاع القطاع او اتناشر الديامتر بتاع البار باست زا فليكشرال كاتوف بوينت يعني انت حددت النقطة دي هتقطع فيها لا لازم تزود مسافة المسافة دي هي عبارة عن دي او اتناشر دي بي الرول التانية بارز مست اكستيند اتليست الال دي فروم زا بوينت اوف ماكسمام بار سترس يعني ادي السترس دي النقطة الماكسمام لازم على الاقل اعمل اكستينشن الدي بنقول عندنا في حالة السيمبل صبورت او الكونتينيوز انتيريو البيم في بعض الرولز لازم نراعيها في حالة السيمبل صبورت اتليست وان سير اللي هو تلت البوزتف مومنت رينفورسمت مست بي استيندد ستة انش انتو زا صبورت ادي الكاميرا ده الحديد البوزتف اقل شئ تلتو يدخل جوه مسافة ستة انش يبعد ايه تلت الحديد الموجة بالنسبة للكونتينيوز انتيريو البيم with closed stirrups كانت مغلقة at least one fourth of the positive moment reinforcement must extend six inch into the support يبقى في الحالة دي ربع الحديد الموجة على الاقل حيدخل جوه السبورت مسافة ستة انش ربع الحديد الموجة والفاق الحديد الموجة